هو الأهل إن شاء الله مسافر بكرة بإذن الله النهاردة الفري راحة بكرة فيه تدريب صباحي بعد تدريب السفر هيكون الساعة أربعة العصر إن شاء الله إلى جنوب إفريقيا والإقامة هتكون في بيريتوريا لأن الماتش مع سانداونز في ملعب لوفيس في بيريتوريا طيب الجزئات الأخيرة بقى اللي عايز أتكلم فيها ولا علاقة بحكام مباريات البطولة ماتش الأهل وسمبا إمبارح هدف سمبا فاول والفار مش موجود الأهل مبارح كان لي ضربة جزاء وكان فيه ضربة جزاء لقهرباء ما تحسبتش لقاء الزهاب في تنزانيا الأهلي كان ليه ضربة جزاء ما تحسبتش أو احتمال كمان ضربة جزاء تانية لبيرستاو ما تحسبتش فأكتر فريق عانى تحكميا في هذه النسخة سواء زهابا أو إيابا هو النادي الأهل حكم موريتاني وحكم كونغولي ده بيغلط وده بيغلط وأخطاء على فكرة مش أقول أخطاء تقديرية أنت في تقنية فيديو لما روحت تنزانيا الفار استدعى الحكم والحكم ما كانش ليه مزاج يحسب احسبوها زي أنتوا تحسبوها بقى ملوش مزاج ليه ملوش مزاج يحسب مبارح حكم الفار من المغرب محمد هاني اتضرب مش اتاخدت منك اتضرب بارح كان فاول واضح جدا واتاخدت منه القرى وجي منها هدف بعد تاربع نالات جي منها هدف فالمفروض الفار بيراجع اللعبة بيشوف الهدف ده مدى صحته هل في تسلل هل بدأ في فاول هل في أي حاجة مطربيعي ده دي شغلانة الفار يعني لما ييجي هدف الفار من حق أنه يتحقق من صحة الهدف الفار مش موجود مش موجود خالص أنا بعيدة عن الأمور الفنية سألت سؤال مبارح مع أحد المختصين في الاتحاد الأفريقي في موضوع الفار وتقالت لي معلومات لو المعلومات دي بجد في مشكلة تقنية في الفار أنا بحذر من الأدوار اللي جاي ليه بقى الاتحاد الأفريقي متعاقد مع شركة ليه علاقة بتقنية الفيديو دون ذكر المسميات يعني الشركة دي هي اللي بتشغل تقنية الفيديو في مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي سواء دور الأبطال أو كاس الكون فيدرالية المفروض الشركة دي كتهاية اللي هتشتغل على مباريات الدور الأفريقي في النسخة الأولى ما بين الشركة اللي بتنظم النسخة الأولى من الدور الأفريقي مع الشركة اللي بتشغل تقنية الفار في المسابقات الأفريقية وبالتالي تم التعاقد مع شركة أخرى شركة أخرى وقيلة لينها شركة إيطالية شركة إيطالية بس الأدوات هنا مش زي هنا يعني الشركة اللي بتتعامل مع الاتحاد الأفريقي أدواتها جيدة الشركة اللي تعاقدت معها الشركة المنظمة للنسخة الأولى من الدور الأفريقي فيه مشكلة في الكمنيكيشن سيستم في مشكلة في الكمونيكيشن سيستيم الكلام ده أتقال لي بعد مطش الزهاب بس أنا بحاول أتأكد مبارح مطش الآله وسنبا تأخر 5 دقيقي ليه؟ لأن الحكم كان عنده مشكلة في السيستيم أو في الكمونيكيشن مع غرفة الفار مطش أو مطشين في لقاء الزهاب الفار راح لو جاه يعني الفار اشتغل وقطع اشتغل وقطع فلو في مشكلة في الكمونيكيشن سيستيم أو في مشكلة في أدوات الفار أتمنى يتم تدرجها في الفترة اللي جاية لأخينا على مرحلة دور النصف النهائي والنهائي الخطأ فيه ببطولة ما فيهوش زار يعني الخطأ فيه ببطولة ما فيهوش زار والنسخة دي احنا شايفين فيه حاجات كتيرة بصراحة يعني الترتيباتها مش عارف فيها أخطاء كتيرة يعني إن ينبى والوداد تصريح الوصول أو الطيارة عشان طهبت في مطار محمد الخامس الترخيص ما صدرش فبالتالي الطيارة معرفش تنزل فليجعد أو إن ينبى ما عرفش يسافر فتأجل المطش مازينبي جاي من تنزانيا رحلة صفر مش عارف عشر ساعات فمش هيلحق التمرينة الأساسية فالمطش يتأجل فطبعا البداية مش مبشرة كمان مازينبي الكنغولي عنده مطش مع الترجي في الكنهو لا الأدوات مش هتيرها فتخش فيه مشكلة ما بين رواندا والكنهو ففيه مشكلة في دخول الأدوات فيه مشكلة في التأشيرات مش هنحط فيزيت رواندا على الكتف في فريق مازينبي فلا رح ألعبه في تنزانيا فالبداية يعني الناس التنظيم بتاعها مش بنسبة 100% فالفار لو في نفس المشاكل دي أتمنى تداركها خلال الفترة اللي جاي عموما دي كانت أبرز الأخبار والتفاصيل اللي معايا على مباراة الأهل يوسمبة وصفر الفريق إن شاء الله خلال الساعات إلى جنوب إفريقيا وكمان كلام مهم جدا على معاد لقاء الزهاب والقياب وكمان الحديث عن حكام أو مشكلة الفار في هذه البطولة نخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار التريند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر